اشتركوا في القناة وباكستان تؤكدان على تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الثنائي وتكثيف التواصل للفرص التجارية والاستثمارية تفاصيل نشر بسم الله الرحمن الرحيم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود حفظه الله كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443 للهجرة وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد العلقصبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء وبناتي أخوان وأخواتي المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية حفظها الله أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك من جوار بيت الله الحرام فكل عام وأنتم بخير وعاد الله علينا وعليكم العيد ونحن نرفل بثياب الأمن والأمان والصحة والسعادة كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل شر مبكوه ونحمد الله على ما أنعم به علينا وعليكم من صيام شهر رمضان المبارك وقيامه سائلين الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أنه سميع مجيب كما نشكر المولى الكريم أن بلغنا عيد الفطر السعيد راجينا الله تعالى أن يبهج بالعيد صدورنا وأن يعيننا جميعا لتحقيق مقاصد العيد المبارك من إظهار السرور والفرح بفضل الله ورحمته إذ يقول سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لقد جعل الله العيد فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتآخي والتسامح والعفو يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أخواني وأخواتي إن الشرف العظيم الذي ميز الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار وتقديم أرقى الخدمات لهم هو مصدر فخر لنا جميعا نبدل من أجله الغالي والنفيس أداء للمسؤولية التي اصطفان الله لها واستشعارا لقداسة هذا الواجب العظيم ونحمد الله أن وفقنا لمواصلة هذا العمل الجليل منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وصارت عليه هذه البلاد بقيادة أبنائه الملوك من بعده رحمهم الله ولا نزال ونبقى نفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة بأعلى كفاءة وأميز عطاء بإذن الله تعالى لقد كان من فضل الله أن المملكة أعادت السماحة باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ولقد سعدنا بتوفيق الله لأعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين والزوار الذين شرفهم بزيارة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك ونحمد الله الذي وفقنا للعمل بأعلى مستويات المسئولية والجدية والابتكار في مواجهة الجائحة وتخفيف أثارها مما آتى ثماره الإيجابي على معظم مناحي الحياة والفضل لله أولا ثم للعاملين في القطاعات كافة وللمواطنين والمقيمين الذين أظهروا وعيا عاليا والتزاما كبيرا وسرعة استجابة للتوجيهات والتعليمات والإرشادات التي ارتبطت بالجائحة وختاما فإننا نعتز بأبطالنا البواسل والمرابطين في الحدود والثغور ونشكر أبنائنا وبناتنا العاملين بإخلاصا في القطاعات العسكرية والمدنية متضرعين إلى المولى سبحانه أن يوفقنا للخيرات كلها وأن يحفظ بلادنا من كل سوء بارك الله لكم في عيدكم وسدد خطانا وخطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرصا من خاتم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهم الله برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة داعين المولى سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين وبالمزيد من التقدم والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهم الله برقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة ودوام الأمن والاستقرار رفع أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق ونوابهم ومفتي عام المملكة ومعالي الوزراء والفضيلة العلماء التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك وسأل الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمنفور الصحة والعافية ويوفقهما لخير بلادنا الغالية ومواطنها ويديم على المملكة الأمنة والأمان ومزيدا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة صدر بيان مشترك عقب المحادثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مع رئيس جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف في جدة وقد أكد الجانبان في البيان المشترك على أهمية تعزيز العمل من خلال المجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني وتنويع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتكثيف التواصل لبحث الفرص التجارية والاستثمارية في إطار حرص المملكة المستمر لدعم الاقتصاد الباكستاني فيما أشار البيان المشترك إلى مناقشة إمكانية دعم وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني البالغة ثلاثة مليارات دولار وأكد الجانبان على أهمية التعاون بشأن الفرص التي توفرها برامج التحول الاقتصادي التي تشهد المملكة ضمن إطار رؤية المملكة عشرين ثلاثين وتعزيز التعاون الإعلامي بينهما وفي مجال البيئة والمناخ ثمن الجانب الباكستاني جهود المملكة ومبادرتها في مجال التغير المناخي ومواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة كما رحب بقرار المملكة تمديد اتفاقية تمويل صادرات منتجات النفط الخام والمشتقات النفطية وفي الشان السياسي أكد الجانبان على موقفهما الدعم لتوطيد الأمن والاستقرار ونبذي العنف والتطرف والإرهاب ودعم وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامة أراضيها وتغليب الحلول السياسية للصراعات بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء كما جدد الجانبان التأكيد على دعم الجهود المبدولة لقوات التحالف دعم الشرعية في اليمن والمبادرات العديدة الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وجدد الجانبان إدانتهما لما تقوم به ميلاشيات الحوث الإرهابية من تهديد لاستقرار المملكة وإمدادات الطاقة للعالم فيما رحبت المملكة بحرص باكستان على حل جميع الخلافات العالقة مع الهند بما في ذلك نزاع جامو وكشمير كما ناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية والشأن السوري والأوضاع في أفغانستان والأزمة الأوكرانية أنهى فرع زارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز 1645 جامعا وعدد عشرة مصليات من المصليات المكشوفة إذا لم يستمر خطول الأمطار لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443 للهجرة ليصل مجموعها إلى 1655 بكافة محافظات ومراكز المنطقة وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا حسب تقويم أم القرى مع قرب عيد الفطر المبارك يعمد الناس إلى أداء زكاة الفطر بالطرق والآليات الممكنة لإخراجها في وقتها الشرعي وهو ما سعت له الجمعيات الخيرية والمنصات الوطنية عبر وسائل مختلفة لتقضي على ظواهر التسول السيئة وضمان إيصالها للمستحقين الفعليين مع بدء موسم زكاة الفطر تعود الذاكرة لظاهرة باتت من النسيان وهي التسول أمام محال الحبوب لأخذ زكاة الفطر العينية والتي تم التعامل معها ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله والله الآن صاروا الناس يشترون ويروحون للبيوت ما عدت فيه هنا متسولين والأمور ما عدت زي أول الأمور صارت شكل طيب ومنظر جميل ما عدت فيه متسولين ولا عدت فيه ناس يقولون بل الشوارع صاروا الناس يشترون من عندنا ويروحون البيوت ووزعوها للبيوت والنسبة للزكاة في الحقيقة تنظيم الدولة رأيها الله في الوقت الحاضر أفضل من السابق لأنه كانوا يأخذونها في المحلة للطواحين ومحلة القهاوي وكذا ويأخذها منك ويبيعها في نفس اللحظة على نفس المحلة وتضيع الزكاة يعني ما تصبح في محلة الصحيح ليتحول الأمر لمساره الصحيح لضمان وصول التبرعات للمحتاجين الحقيقيين عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة والمنظمة التي فتحت أبوابها لاستقبال تبرعات زكاة الفطر منذ وقت مبكر في هذا الشهر الكريم للقضاء على ظاهرة التسول وإيصال الزكاة لمستحقيها الذين منعهم التعفف من الخروج للناس بعد اعتماد قرار منع التسول والحد من هذه الظاهرة أصبح هناك ملاذ آمن للناس المتصدقين ليصال فطرتهم وزكاةهم إلى الجمعيات الخيرية جمعية البر بيابها من الجمعيات القائدة والرائدة في هذا الموضوع فلها في هذا الموضوع أكثر من ثلاثين سنة وفي هذا الموقع بالذات كانت البداية جمع التبرعات أو الزكاوات العينية ثم مع الحوكمة ومع الخدمات الإلكترونية الرائعة المتتالية أصبح الآن استقبال زكاة الفطر عن طريق التبرع بعشرين ريال للشخص تخرج وقتها الشرعي بالنسبة للإخراج الفطرة بمثل هذه الجهود النوعية للجهات الخيرية ومنصات التبرع الوطنية التي ساهمت في آداء هذه الشعيرة بيسر وسهولة وبيسائل تقنية حديثة وطرق دفع ميسرة جعلت منها نموذجا يحتذى على مستوى العالم لخدمة المتبرع وصولا إلى المحتاج عبدالله العبيد أبها وإلى المدينة المنورة حيث أعلن مسجد وقباء عن اقتمال استعداداته لصلاة عيد الفطر وذلك باستقبال أكثر من 13 ألف مصل وآيات هذا التنظيم وسط متابعة من الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنا في جنوب غربي منطقة المدينة المنورة يقع أول مسجد بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام مسجد قبا الذي يعد ثاني أكبر مسجد بعد المسجد النبوي في المدينة ينهي استعداده لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر بالنسبة لما يتعلق بمسجد قبا وفرع وزارة السلامية يولي هذا المسجد عناية خاصة وبإذن الله عز وجل الاستعداد على ما ينبغي وسوف يتم فرش الساحات الخارجية سواء التي في الجهة الشمالية أو في الجهة الغربية لتستوعب أكبر قدر ممكن من المصلين لمسجد قبا قدسية ومكانة لدى أهالي المدينة نظرا لارتباطه الوثيق بالسيرة النبوية إذ يشغل مساحة كلية بواقع ثلاثة عشر ألف متر مربع مسجد قبا يستوعب أو الطاقة الاستيعابية له في الوقت الحالي قرابة ثلاثة عشر ألف مصلي وقد لمسنا هذا وشاهدناه في العام الماضي يعني في العام الماضي أتت أعداد لمسجد قبا لم تكن في الحسبة ومتوقع هذا العام أن سيكون نفس العدد أو أكثر حظي مسجد قبا باهتمام القيادة أيدها الله لا سيما أن المسجد يشهد تطورا بعد إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتوسعة مسجد قبا وتطوير المنطقة المحيطة به من المدينة المنورة محمد شيخ هيأت أمانات المناطق والبلديات التابعة لها كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي وذلك بعدد من الإجراءات والتجهيزات وأعمال الرقابة والنظافة والصيادة وفق خطة عمل شاملة وأكملت الأمانات تجهيز الواجهات البحرية والحدائق والميدان والميادين العامة والمرافق العامة لاستعاب الزوار وتوفير بيئة مريحة وآمنة للجميع كما كثفت الأمانات الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والغذائية في إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيقها واستفائها لاشتراطات الصحية ورفعت قطاعات الأمانات مستوى التنسيق والجاهزية استعدادا لموسم العيد أهلا بكم من جديد يعمل جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك بطاقته القصوى لاستقبال المسافرين والمركبات العابرة للجسر في الاتجاهين واستقبل الجسر من خلال جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها مئة أو مئة وستة واربعون كبينة للجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني والتي تعمل بكامل طاقتها الاستعابية بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة تجاوز إجمالي التبرعات التي استقبلتها المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان مليارين ومئة وخمسة وتسعين مليون ريال ويعكس هذا الإنجاز الذي حققته منصة إحسان مستويات الثقة الكبيرة التي تحظى بها المنصة من المتبرعين والمانحين وما أحدثته من نقلة نوعية في تسهيل وصول التبرعات إلى مستحقها في جميع المجالات والفرص بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية حيث يقدم أهالي الخير تبرعاتهم بخطوات سهلة وسريعة ليستفيد منها ما يزيد على أربعة ملايين وثمانمائة وسبعين ألف مستفيد ومستفيدة واصل مركز الملك سلمال لغاية الأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة حيث تم ضخ أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف لتر من المياه للاستخدام المنزلي والمياه الصحية وتنفيذ ثمانين وثلاثين نقلة لإزالة مخلفات مخيمات نازحين ووزع مركز الملك سلمال لغاية الأعمال الإنسانية مائة وثلاثة أطنان وأكثر من أربعمائة وتسعة وستين كيلو جراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بمحافظة عدن استفاد منها أكثر من ثمانية آلاف وسبعمائة فرد وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي وفي تشاد وزع مركز الملك سلمال لغاية الأعمال الإنسانية ثمانمائة وستا وخمسين سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجا في قرى علي دينار انقندرة ومولاد وكاباو وكديديس بمدينة ماسينيا في جمهورية تشاد استفاد منها أكثر من خمسة آلاف فرد وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443 للهجرة وتأتي هذه المساعدات امتدادة للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم وإلى أحوال التقص حيث توقع المركز الوطني للأرصاد نشاطا للرياح السطحية على أجزاء من المناطق الشمالية في حين لا تزال الفرصة مهيئة لحطول أمطار رعدية وزخات من البرد على أجزاء من المرتفعات الجنوبية المزيد مع محل الأرصاد الجوية الأستاذ عقيل العقيل من بشار الخير وبركة هطلت يوم أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعة منطقة مكة مكرمة الشرقية تحديدا في محافظة الطائف سالت على إثرها كثيرا من الأودية والشعب التوقعات الجوية بإذن الله تعالى لهذا اليوم تعود أجواء المملكة إلى الاستقرار بشكل واضح ملحوظ خاصة عن المناطق الشمالية ومناطق غربية ووسط المملكة كذلك الحال على المناطق الشرقية وتبقى فرصة هطول الأمطار متوقعة على محافظة الطائف ومرتفعات منطقة مكة المكرمة مرتفعات منطقة الباحة ومرتفعات منطقة عسير بالإضافة إلى مرتفعات جزان الشرقية تستمر هذه الأمطار بإذن الله تعالى خلال هذا اليوم وتكون متوسطة إلى غزيرة خاصة على أجزاء الواقعة على منطقة الباحة وشرق منطقة الباحة من سحب ركامية رعدية متوقع مذنها بذن الله تعالى رياحها بطاقة تؤدي لثارة بعض الأتربة والغبار خاصة على أجزاء الشرقية من منطقة الباحة عوالي اقترابية وأتربة مثارة متواجدة حاليا على المناطق الشمالية من المملكة مع انخفاض في مستوى الرؤية الوفقية كذلك الحال على بعض أجزاء منطقة القصيم ونتوقع إن شاء الله أن يبدأ يترسب الغبار تدريجيا مع ساعات المساء أجواء مستقرة على طول الساحل الشرقي والغربي من المملكة خاصة على المحافظات الساحلية من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجواء مستقرة بذن الله تعالى على طول الشريط الساحلي الشرقي من المملكة مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولكنها حول المعدد هذا والله تعالى حدث نشرتنا انتهت وبقي نذكركم بعناوينها خادم الحرمين الشريفين يهني المواطنين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتبادلان التهانئة مع قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك وفي بيان مشترك المملكة وباكستان تؤكدان على تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الثنائي وتكثيف التواصل للفرص التجارية والاستثمارية شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر